ننتقل الآن إلى الرباط لمتابعة كلمة الأمين العامل حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخ نوش واحداً واحداً شكراً على اتقدي لكم وحنا ملتزمون بتكتيف الجهود باش نكونوا إن شاء الله في مستوى هاته التقالدة فينا أخوات والإخوة أغتنموا هذه الأفرصة لأهنئ كل مرشحي ومنتخبي التجمع الوطني الأحراف لاستحقاقات الشريعية والجهوية والجماعية ومن خلالهم أهنئوا وقدموا تهانين الخالصة إلى مناضلات ومناضل التجمع الوطني الأحرار شكراً شكراً جزيلاً على التزامكم ودعمكم شكراً لكافة هياكل الحزب ومنظماته الموازية شكراً للمنصقين الجهويين والإقليميين على متابرتهم وجهودهم التي تكللت بالنجاح شكراً لللجنة الوطنية لانتخابات اللي حضر معنا شكراً شكراً لجميع جنود الخفاء اللي عملوا واحد العمل اللي هو جدي وقوي شكراً لكم وبالمناسبة نفسها أهنئوا جميع الأحزاب الوطنية قيادة ومنتخبين ومناضلين على نتائج جيلهم وعلى الحملة النظيفة اللي قاموا بها نحن مستعدون للعمل بطقة ومسؤولية مع كل الأحزاب التي تتقاطع معنا في المبادئ ورؤى في البنامج لنرفع معا التحديات تحت القيادة الرشيدة لصاحب جلال نصار الله محمد السادس محمد السادس إن حضرت سيدات السادة رجال ونساء الإعلام إن الخيط النظم في الكندكتور لمشروع الأحرار هو تقديم البديل الذي يتوق له المغاربة لم نأتي يوما لهذا الحزب لنواجه تيارا سياسيا أو حزبا معينا وإنما وإنما تلبية لمبادرة مجموعة من مناضلات ومناضل الأحرار الذين كانوا يتطلعون لبناء حزب قوي منصد ومتفاعل مع انتظارات المغاطنين وإنما قادنا مصار الأحرار طيلة خمسة سنوات الماضية تلقينا الرسالة نفسها من المغاربة جميعا بغينا التغيير بغينا البديل وبغينا المعقول هذا الشي كلكم سمعتوه وبهذه المناسبة نشكر الشباب والشابات والنساء اللي هما في حقيقة في المكان دينا هما اللي قدوا الحملة على الميدان شكرا لكم وخلال الأشهر الماضية قدم الأحرار برنامج مؤلف من خمسة الاتزامات وخمسة وعشرين إجراء وسيشكل هذا البرنامج قاعدة تفاوض التجمع الوطني الأحرار مع الأحزاب الوطنية في سبيل بناء أغلبية قوية ومنسجمة أغلبية تحدث القطيعة مع الماضي أغلبية تجمعها رؤية مؤحدة وبرنامج حكمي طموح يتماشى مع رؤية صاحب جلالة وانتظارات المغاربة قادرة على تفعيل توجهات الكبرى والمشارع المهيكلة التي طلقها جلالة الملك نصر الله وقادرة على استكمال مصاري التنمية تحت القيادة الغشيدة لجلالة الملك الضامن الضامن لنجاح التجربة الدموقاتية ببلادنا ويضل أهم التزام نتعهد به اليوم هو العمل بجد طالما نحضى بدعم المواطنين والمواطنات لتحسين معيشهم اليومي وتحقيق طموحاتهم واستعادة تقتهم في ممتليهم وإدارتهم حضرت سيدة السادة إن غايتنا اليوم كفريق التجمع الوطني للأحرار والمغرب والعالم يعيشان آطار الجائحة هي العمل معكم على رسم معاليم طريق الأمل معاً أمامنا فرصة بناء فرصة بناء مجتمع سامد في وجه تقلبات الحياة يحمي كبار الصن والأشخاص في وضعية إعاقة والأسر التي تعاني من الفقر والهشاشة معاً أمامنا فرصة الاستثمار في المنظومة الصحية في سبيل الولوج إلى العلاج للجميع معاً أمامنا فرصة لإنعاش التشغيل واستعادة التقة في الاقتصاد الوطني معاً أمامنا فرصة التحديد المنظومة التعليمية حتى تضمن تعليماً جيداً لكل أبناء المغاربة معاً أمامنا فرصة للإسترجاع الكرامة والاحترام بين المواطن والإضاءة التي تخدمهم هذه الأوراش هي أولوياتكم وأولياتكم والأولويات لأننا جت من عندكم والأولويات لديكم هي الأولويات لدينا ينتظرنا عمل جبار يتطلب مداعفة الجهود للتنفيذ رؤية صاحب جلالة اللينسو ينتظرنا عمل جبار يتطلب تخليق الحياة العامة وتحسين مكتسبات دولة الحق والقانون وتحفيز الاقتصاد الوطني وضمان تكافؤ الفرص لكل المواطنين والمواطنات هذه المهمة لن تكون ممكنة دون دعمكم وثقتكم المغاربة سنعمل بجد وتفان من أجل تحسين حياة كل مواطن لن نطرك مجالا للتفرق لن نطرك مجالا للجمود لن نطرك مجالا للتهاون ولن نتوانى لحظة عن إحياء إحداث التغيير الذي يستحقه كل المغاربة شكرا على إنصاتكم أبونا لن نطرك لن نتواني رجال ونساء الإعلام لحضرين معنا في كتافة ونشكركم على هذا الحضور أنه ستكون عندنا معكم إن شاء الله مواعد على حسب جميع التطورات التي ستأتي في المستقبل وأنه يمكننا نعطيكم المعلومات الكافية اليوم هذا تدخل دينا من بعد النتائج والانتخابات كانت جد إيجابية بالنسبة للتجمع وكيدها ليبانا إيجابية للمغاربة جميعا معكم الإخوان دي المكتب السياسي الوزراء والبرلمانيين اللي حضرين معنا بقوة معنا البرلمانيين اللي جلوه الفاربات نوضي عافوك بعدها شوف فيهم هذا برلماني مهنديز هو اللي جلوه في دائرة دي الموت فاربات الحمد لله معنا جميع الوجوه وركزات دي الجميع دي التجمع الوطنية الأحرى كلهم استعدين باش يجاوبكم ويتجاوبوا معكم ويعطيكم تعليقاتهم وأفكارهم أما أنا سيكون عندي إن شاء الله مناسبة أخرى في المراحل المقبلة من بعد هذه الاستحقاقات وغادي نعلمكم إن شاء الله بها شكرا للحضور شكرا وشكرا بالخصوص شكرا بالخصوص للمغاربة لدعو فينا اتقاء اللي يزيزيكم بخير تبعنا كلمة الأمين العام لحزب التجمع الوطني الأحرار عزيز أخنوش بمناسبة فوز حزبه بانتخابات 2021 واحد وعشرين